السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنواصل اليوم إن شاء الله ببقية الشابت الرقم 7 اللي هو عنوانه Distributed Forces Moments of Energy المحتوى أنتع المحاضرة الثالثة هذه من الشابتر السابع هنبدأ بأول شيء اللي هو Polar Moment of Energy وآخر شيء هنشوف Product of Energy بالنسبة لل Polar Moment of Energy يعني الفرق ما بين Moment About Unaccess أنه الممت هو بيكون حول محور X أو المحور Y لكن بكلمة البولر يعني هيكون حول نقطة معينة ليش هي النقطة اللي هي Center O يعني لو ناخذ أي Element D.A هذا ال Element D.A هذا هتكون عنده مسافة على السنتر هذا اللي هي المسافة R يعني التكامل هيكون على بعد المسافة هذه مثلا لما اشتغلنا على المحور X اشتغلنا على Y Square لما اشتغلنا على ال I Y اشتغلنا على المسافة X Square D.A لكن بما أننا هنشتغل على السنتر أو يعني المسافة اللي هي ال R يعني البولر علشان نفرق ما بين الممت اللي هو المجلوب ال I X أو ال I Y هنحذف ال I و هننعوذها بتجي علشان نقول أنه بولر يعني وطبعا هتكون النقطة أو اللي هي المركز أو السنتر متاعة الدوران متاعة اللي المنت هذا يعني عشان كده ال G O هتكون التكامل متاعة ال R Square D.A شفتوا عوضنا ال R بال X أو ال Y كنا نشتغل على ال X وال Y مثلا في ال I Y بتكون X Square D.A وبالنسبة لل I X كنت هي Y Square D.A شفتوا في كل الحالات غيرنا ال X وال Y بال R لأنها المسافة ما بين السنتر وال D.A وال D.A اللي هي ال R طيب هنشوف إيش العلاقة ما بين ال Polar Moment وال Moment of Inertia في علاقة ما بين ال Polar Moment وال Inertia حسبها يعني المعادلة هذه بما أنها G O تساوي التكامل متع R D.A زي ما موجودة في القانون هذا لكن ما ننسى أن هالمسافة R هي الكمبونة تمتاحها X وال Y يعني R سكوار بتكون X سكوار بلاس Y سكوار يعني هنعوض القيمة هذه بقيمة R سكوار لو نوزحها تصبح التكامل متع X سكوار D.A اللي هي هذه نفسها تمثل ال I Y بلاس التكامل متع Y سكوار D.A اللي هي نفسها تمثل I X يعني ال Polar Moment of Inertia بيكون ال I Y مع ال I X يعني لما نجمع ال Moment of Inertia باوتا نكسس X و Y المجموعة متاحها من اثنين هي ال Polar Moment of Inertia الحين هنشوف ال Product of Inertia يعني هنرمز ال Product of Inertia بال I X Y يعني ال Product هيكون ال X هذي في ال Y هذي هنضربها في ال Element D.A يعني بنتحصل على ال Product of Inertia هذا هو يعني التعريف بتاع القانون بتاع ال Product من Inertia لكن إذا كان باللاحظ مثلا أحد مثلا وناخذ الشكل هذا لو نلاحظ مثلا المحور X هو محور تناظر على طول يعني هيكون ال Product هذا يساوي سفر يعني إذا كان عنا محور X هو محور تناظر أو المحور Y محور تناظر أو الاثنين مع بعض يعني الاثنين مثلا ال X وال Y بيكون من الاثنين محور تناظر على طول ما يحتاج ال I X Y اللي هي ال Product بتكون 0 مثلا لو ناخذ المثال هذا في المثال هذا المحور X ما هو محور تناظر والمحور Y نفس الشي ما هو محور تناظر يعني على طول ال I X Y هتكون different to 0 يعني هتكون فيه عدد معين بالنسبة للمثال هذا عنا المحور X والمحور Y نفس الشي ما هو محور تناظر يعني على طول لو أخذنا ال I X Y هتكون different على السفر لكن لكن لو أخذنا المحاور X' و Y' شو باللحظ؟ باللحظ أنه X' هو محور تناثر والمحور Y' هو محور تناثر يعني على طول حتكون I X' و Y' تساوي 0 ليش؟ لأنه هنا هو في الأصل محور واحد كافي علشان يكون يعني الـ product هذا 0 لكن بما أنه المحورين الاثنين يعني هم محاور تناثر على طول يعني حتكون الـ product يساوي 0 طيب نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله في المحاضرة القادمة نواصل بقية الشابتر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته